خطوة جديدة للاتحاد الأوروبي لإخماد فتيل التوتر مع موسكو فها هو يحسم في الجدل الذي أثارت لتوانيا بشأن مقاطعة كاليلينجراد التابعة لموسكو ولكنها غير متصلة برياً بالأراضي الروسية إذ أكد التكتر الأوروبي الموحد أن لتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات من روسيا إلى جيب كاليلينجراد وذلك شريطة أن لا تشمل هذه السلع أسلحة روسية وأن يتم نقلها عبر السكك الحديدية ومنذ الثامن عشر من يونيو الماضي يفرض الجانب الليتواني قيوداً على عمليات النقل للشحنات الروسية القادمة عبر أراضيه إلى كاليلينجراد وتقول لتوانيا إنها أقدمت على هذه الخطوة استجابة لقرار العقوبات الأوروبية والغربية ضد روسيا إثر العملية العسكرية في أوكرانيا موسكو من جهتها هددت بإجراءات الانتقامية ضد لتوانيا الواقعة على بحر البلطيق وأصبح هذا السيناريو أكثر ترجيحاً بعد إعلان الكريملين أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة ضد فلنيوس وفي ظل هذه التطورات كشفت وسائل إعلام روسية أن موسكو وبروكسل في صدد التوصل لاتفاق بشأن عبور البضائع إلى كاليلينجراد ووفقاً لمصادر مطلعة تنص الوثيقة التي سيتم اعتمادها على عدم جواز فرض قيود على نقل الشحنات بين الكيانات الاتحادية الروسية مما يعني إعفاء كامل البضائع الآتية إلى كاليلينجراد من العقوبات بشكل استثنائي